تتواصل قوافل الفارين السودانيين من الصراع المحتدم في البلاد إلى مصر يقن السودانيون بأن وجهتهم نحو مصر فيها النجاة والترحاب الدائما مع ضبابية المشهد وارتفاع أدخنة الحرب يقن السودانيون بأن وجهتهم نحو مصر فيها النجاة والترحاب الدائما فهي باب لا يوصد أبدا في وجه الأشقاء فإلى الحدود المصرية تتواصل قوافل الفارين السودانيين من الصراع المحتدم هناك وبعد رحلة طويلة يلتقطون أنفاسهم أخيرا في بلدهم الثاني مصر طريق كان صعب شديد بس الحمد لله وواجهتنا يعني عوارد كثيرة بس يعني ربنا شافنا وربنا ستر علينا وإحنا يعني خارجنا عشان دخلوا علينا في البيت ورهبونا وسرقوا حاجاتنا كلها وما فضل لنا حاجة هناك الحرب حرب بشعة عموما يعني نحن أنا يعني كطبيب في المستشفىات كثيرة جدا طلعت من الخدمة مستشفىات غليلة في مستشفىات تم إقلاء إخلاء وإلى المرضى منه وفي مستشفىات تم احتلال يعني بعد الرحلة الشاقة يجد السودانيون كل ترحاب وتيسير للإقراءات من معبر أرقين حتى الوصول لموقف باصات كركر الدولية في أسوان تماشيا مع جهود الدولة في دخول أو مساعدة الأسر النازحة نحن هنا في قرى ودي كركر طبعا بحيث نحن نعتبر الجهة الأولى أو المكان الأول اللي بنستقبل فيه إخواننا السودانيون القادمين بالبساط من منفذ أرقين حدودي إلى موقف قرى ودي كركر الدولي للسودان نحن هنا بنحاول بإذن الله أن نقدم لهم أكثر أو أقل شيء ممكن لمساعدات مثلا بنحس عدد الغراء والبيوت يعني نحن حوالي 3-4 بيوت بنجهزها نحن الجماعية ترمية المجتمع هنا في قرى ودي كركر لاستضافة بعض الأسر المحتاجة تعمل رست أو تعمل راحة في قرى ودي كركر الظروف التي حصلت لنا في السودان أجبرتنا على الخروج للتوجه إلى البلد الآمنة مصر حيث وجدنا الاستقبال ووجدنا الكرم كل الأخوان كل المواطنين المصريين استقبلوك بفراحية وحقيقة يعني الواحد حس بأنه هو في أمان شديد داخل مصر منازل للإقامة ورعاية طبية وإتاحة لكل المتطلبات هو تأكيد على الترحيب بالإخوة السودانيين في مصر على المستويين الرسمي والشعبي حيث تم تزليل كافة العقبات وتقديم كل الخدمات المتاحة أخواننا السودانية معاهم عشر زمان وأكلوا وشربوا معاهم وعيشوا من زمان وناسنا وأهلنا وإحنا مستعدين أي خدمات لهم والرئيس عفتاح السيسي الراجل جامل بهم بجميع الواجبات ومستعدين لهم في أي خدمات وأي طلبات ولأننا عشر من زمان مصر والسودان دي بلد واحدة قلوبنا مفتوحة قبل بيوتنا اليوم فكرم ربنا الاستجابة من أول يوم في الأزمة بيوت كركرة 8 قرى اتفتحت لأشقائنا السودانيين أشقائنا في الدم أشقائنا في العروبة أشقائنا في الأرض مصر والسودان دولتان لوطن واحد هو شعب النيل أخوة على مر الزمان ويدا بيد في مواجهة كافة المحن والصعوبات التي واجهت البلدين ترجمة نانسي قنقر